بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة هذا سؤال وردني عن الاستشفاء الذاتي بالقرآن والسنة الحقيقة هذه المصطلحاتنا تحدثنا كثيرا عن موضوع أن تحاول أن تعالج نفسك عالج نفسك بالقرآن وبالسنة المطهرة لا تظن أن أحدا يستطيع أن يعالجك أفضل مما تعالج به نفسك إذا لجأت إلى العلاج بالقرآن ميزة العلاج بالقرآن أيها الأحبة أن صوتك هو الأكثر تأثيرا على خلايا جسدك هذه دراسة قام بها عالم فرنسي اسمه فابيان قديما يعني وأثبت أن خلايا الدم تتأثر بالترددات الصوتية وأقوى ترددات صوتية تؤثر على هذه الخلايا هي ترددات صاحب هذه الخلايا يعني صوتي أنا هو أكثر تأثيرا من صوت أي شخص آخر على هذه الخلايا طبعا نحن لا ننكر أثر الصالحين وأثر أن يقرأ القرآن على إنسان على الأطفال هذا الأمر طيب ولكن نحن نبحث عن الأقوى والأفضل والأكثر فائدة لأن هذا القرآن أيها الأحبة لم ينزل لنقرأه على الأموات لم ينزل لي لأقرأه على فلان وفلان هو نزل كرسالة شخصية لكل البشر كل إنسان أيها الأحبة على وجه الأرض هو له رسالة خاصة هي القرآن يعني عندما يقول لك القرآن مثلا أدعو إلى سبيل ربك يجب أن تعتقد أن هذا نداء شخصي لك ليس نداء لشخص آخر لا هو يخاطبك أنت شخصيا لذلك أيها الأحبة أنا أقول إن موضوع الاستشفاء الذاتي أفضل بكثير من أن تلجأ لشخص يقرأ عليك القرآن أو يقرأ على أولادك أو غير ذلك أنت اقرأ القرآن ولكن مفعول القرآن القرآن له ميزة أيها الأحبة أن له مفعول مزدوج من يثق بكلام الله ويؤمن ويعتقد بأن هذا الكلام يشفي سوف يشفى العقيدة مهمة جدا أحبتي في الله الذي يعتقد أن هذا القرآن هو كلام فارغ وليس له أي قيمة ولا يشفي لا يزيده إلا خسارة لذلك الله تبارك وتعالى قال وننزل من القرآن ما هو شفاء من القرآن ما هو شفاء ورحمة إذن القرآن فيه ميزة شفاء ورحمة لم يقل علاج لماذا لم يقل علاج؟ نحن نعلم أن حبة الدواء تعالج الإنسان ولكن قد تصيبه بمشاكل أخرى يعني من فترة اخترعوا لقاحا لفيروس كورونا ولكن تصيب الإنسان بمشاكل أخرى هذه اللقاحات التي اخترعت حديثا لها أعراض جانبية ولها مشاكل ربما أخطر من الفيروس نفسه هذه مشكلة العلاج الذي يقوم به الإنسان ولكن القرآن ليس علاجا يعني خطأ من الخطأ أن تقول وأنا لي كتاب في هذا المجال عالج نفسك بالقرآن هو العنوان حتى يجب أن يكون إش في نفسك لأن القرآن شفاء كلمة علاج غير موجودة في القرآن أيها الأحبة لذلك قال تعالى وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ فيه ميزة إضافية أنه رحمة ونحن نحتاج للرحمة أكثر من الشفاء ما الفائدة من الإنسان شفية من مرض ولكنه تعيس إنسان شفينه من مرض مثلا سرطان ولكنه مكتئب وحزين وحياته تعيس لا القرآن شفاء ورحمة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ولكن لمن؟ للمؤمنين طيب ماذا عن الظالم ماذا عن المجرم ماذا عن الذي يسخر من القرآن يقول ولا يزيد الظالمين إلا خسارة الظالم سوف يزداد خسارة بهذا القرآن لماذا؟ رب قارئا للقرآن والقرآن يلعنه يقول لك القرآن يقول لك ولا تقرب الزنا كيف تقرأ هذه الآية وأنت تمارس الزنا؟ إذن القرآن يلعنك في هذه الحالة وسيكون وبالا عليك ويكون عاما عليك ويكون خسارة لك في الدنيا والآخرة إذن أيها الأحبة رقم واحد ثقاتك بهذا القرآن ينبغي أن تعتقد اعتقادا جازما أن كلام الله هو كلام فيه شفاء من كل الأمراض لا تقول لي مرض نفسي ومرض جسدي اليوم العلماء يكتشفون أن معظم الأمراض حتى بما فيها السرطان من شاؤها نفسي من شاؤها خلل في نظام عمل الجسم خلل في برمجة الجسم تؤدي إلى السرطان والسكر والضغط وغير ذلك لذلك نجد أن إنسان لا يأكل السكريات ولا يحب السكر يصاب بالسكري وإنسان مدمن على السكر لا يصاب بالسكر إذن القضية ليست قضية غذاء وطعام القضية رقم واحد طبعا الغذاء له تأثير على فكرة لا يجهز إهمال دور الغذاء ولكن القضية رقم واحد أن القضية نفسية لذلك أنت إذا عالجت نفسك وضبطت برامج الجسد هذه بناء على البرمجة القرآنية بناء على الشفرات الموجودة في القرآن فأنت ستجد أن هذه الآيات التي تقرأها ربما مرض معين لا يذهب بشكل سريع لأن هناك حكمة من الله أنه يجب أن يستمر هذا المرض لقضية أخرى هناك قضايا أخرى تتعلق يريد أن يصرف عنك شرا أكبر وبالتالي تجد أن هناك أمراض أخرى ذهبت أنت لا تشعر بها ربما وأنت تقرأ القرآن هناك آيات وشفرات وطاقة شفائية موجودة في القرآن عندما تقرأ وتتأمل وتتدبر وتقتنع بهذا الكلام عندما يقول الله لك مثال إن الله يرزق من يشاء بغير حساب يجب أن تعتقد بذلك عندما يقول لك على لسان سيدنا إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين يجب أن تعتقد أن الشفاء بيد الله قادر على شفائك هذه العقيدة هي 90% من الشفاء أيها الأحباء القضية ليست مجرد قراءة كلمات وآيات عندما تعتقد أن القرآن كلام الله قادر على شفائك وأن فيه طاقة شفائية ستشفى بالفعل ولكن في الوقت الذي يكتبه الله لك لأن هناك أمور لا تعلمها الله تعالى يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وقال في حق النساء وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا مرأة تكرهها قد يكون فيها خير كثير أيها الأحبة لذلك الاستشفاء بالقرآن يجب أن يكون ذاتيا يجب أن تستفيد أنت وأنت الذي تقرأ على جسدك على المكان الذي تتألم منه تضع يدك وتقرأ آيات الشفاء الفاتحة رقم واحد آية الكرسي والمعوذتين وصورة قلو الله أحد بالإضافة لكثير من آيات الشفاء معروفة حاول أن تختار الآية التي تناسب مرضك يعني مثلا أنت حزين يائس تختار آية من سورة يوسف عندما قال لبنيه سيدنا يعقوب عندما خاطب بنيه ورجل مثله يجب أن يكون في قمة اليائس هو الذي يخاطب معنا هو المبتلى هو الذي فقد ابنه يوسف وفقد أخاه أحب أولاده إليه وكل ظواهر اليائس موجودة وحتى أبناؤه يائسون انظروا ماذا يقول لهم يا بنية اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه هنا الشاهد أيها الأعبة أحفظوا معي ولا تيأسوا من روح الله كرر هذه العبارة لماذا؟ إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون الكافر هو الذي ييأس من رحمة الله الكافر هو الذي يفقد ثقته وأمله بالله لذلك اعتبر سيدنا يعقوب أن اليأس يساوي الكفر إنه لا ييأس من روح الله إلى القوم الكافرون فإذا كانت مشكلتك اليأس تذكر واستخضر هذه الآية وكررها واعتقد أنك إذا يأس ستكون كافرا فتجد أن أوتوماتيكيا تبتعد عن اليأس إذا كان لديك مشكلة تتعلق بالحزن تذكر استخضر هذه الآية مثلا الله يخاطبك ويقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ربط لك السعادة بالإيمان إذا كنت مؤمن ستكون في الأعلى وأنتم الأعلون لا تظن أن الكافر سيكون أعلى منك لا في الدنيا ولا في الآخرة هو واهم أنت من داخلك ستكون حتى لو كنت فقير ومظلوم وكنت في أتعس وضع بالنسبة للناس هذه الآيات تمنحك السعادة داخلية والله ستكون أسعد من أي ملك أو أي غني على وجه الأرض ستكون سعيدا لماذا؟ لأن مكان السعادة في القلب أيها الأحبة وليس بالمال والشكل الخارجي إذن تضع يدك على المكان الذي تتألم تستحضر هذه الآيات تستحضر حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما أمر قال ضع يدك على الذي تألم ثم قل بسم الله بسم الله بسم الله ثلاث مرات ثم قل أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات وسترى عجائب ونتائج مذهلة إن شاء الله لذلك أيها الأحبة موضوع الاستشفاء الذاتي مهم جدا ويجب كل واحد مننا أن يطبقه على نفسه يستخذر الآيات من القرآن التي لها علاقة بحالته الجسدية والنفسية ويكررها ويعتقد أن الله هو الذي يشفي وأن الشفاء بيد الله وأن هذا القرآن هو شفاء ورحمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء أمراضنا وذهاب همومنا وأحزاننا إنه سمع قريب مجيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته